كابتن احمد عيد اريد خبر بيقول ان فيوتشار طلب مقابل بوبو للاهلي تلت العيد كريم فؤاد محمد محمود حسام حسن ومبلغ مالي بالدرجة ان انا كنت اقومن على الكرسي كنت اروح معي وانا بقى على الرأي يعني على البيع بقى يعني وانا بقية كده طي رأي في الكلام ده لا لو كابتن بوبوبت على الاتحاد ايش انا الجيل الجدي شاب عارف الكابتن بوبوبو اللي ارحمه كان احد نجوم اتحاد السكدالي في السبعينات والثمانينات والثمانينات اعتقد اواخر الثمانينات كان بصه مصمار خط الدفاع اه اسطورة سردباك اسطورة اه سردباك اسطورة بالزبط فمش بوبوب بتاع الاتحاد اه بوبوبو لعب معي ولعب كويس جدا على فكرة لعب ولعب كبير بمستقبل كويس جدا بس الموضوع مبلغ فيه مرأن دي وده مش يعني هو ده مش يلعب بتاع اه فيوتشار فيوتشار بيعزز اللعب بتاعه وبيتفش من الاخر يعني مش عايزي بيه ايه مش عايزي بيه اصلا هو فيوتشار نادي مستقر مادية وبيلعب في البطولة الكونفترالية السنة دي وحقق بطولة في اول سنة ليه في الدوري حقق بطولة كاس الرابط فعنده انتشاء بلعبته فخلاص هو محتاج يعمل تدعيمات كمان عشان بطولة الافريكية ويبقى عنده بدايل كويسة ولا احمد عاطف ولا ريف Skr ده سافره النهاردا هذا هو لعبه المتش نعم مش مسافرية اللعبه plaç ايها امان بقوللك لو هما الاتنين شاركوا في المتش فمش هينفع يروحوا خلاص لان انت جايبهم افراقي عشان اساسا مش هتفع فيلعاب 20 ولا 30 ولا خمسين مليون عشان نالعب zu words انا قلت الهم شايسيبو ولا برامجز هيسيبو ولا بينك الأل سيراميكا النهاردا بيبيع أثنين الاهل عايز بتاع ست لعيبة برضو من الاهل في الموضوع يعني انت احمد ياسر رايح مثلا وان احا التانية شادي وكمان ايه شادي لا والدرجة ان انا كمان ايه يعني قلت بقى انت بالبندي ده عشان انا اشك فيه اتحطي بندي في العقدين ان انا لو عايز احمد ياسر اتفعشي بلهم ااخدوا والتاني لو عايز شادي اتفعشي بلهم ااخدوا يعني فكرة برضو يعني فكرة قوة الاهل والزمالك في الصفقات من الان ديكت الاول قلت طبعا خلاص دلوقتي الفلوق مين اللي بيدفع اللعيبة خلي بالك سوء بقى واسع واللعيبة دلوقتي كابتن ما بقاش فكرة طموح انا اسيب فلوس اسيب جزء من من العقد بتاعي اسوى جزء من المستحقات عشان روح الاهل والزمالك الفكرة دي ما بقيتش موجودة اول نعم العقد الجديد ونمد سنة واخد الفلوس بدل سبعة مسلا خد تلتاشر مش كده? حاجة كده. فاللعيب دلوقتي. بات الفلوس دلوقتي الاندياة. وما ببقاش وفي الاندياة اللي هو اللي بقول للشركات او او الاندياة الغير جميلة ما فيش ضغط عليه. النهاردة انت بس مش محتاج غير تتقلق تظهر في ماتش الاهل والزمالك. وتوعد بعد كده السنة كلها. مش قصة ما فيش ضغط بقى عندها كمان. الموسم كل اللعبة دي اللي تتفاوض على ماتش واحد تقلقت فيه. تبلاقوا الاندياة عندها سيولة مادية الصبيرة. ده حقيقة. فبقاش تغريها انك الاهل يروح يقول لقه. وبطروح من المنتخب برضو من. وبايروح المنتخب. اه. فهو عمر الكمال نج من المنتخب. من اين? من في الآخر زي ما انت بتقول بقاش القصة من حكر المنتقى بالأهل والزمالك بس يبقى برضو سوز محمد الجماهرية يبقى دولة بتفرق يبقى دولة انه مهما كانت الأندية دي لكن يبقى انه هو الأهل والزمالك هم قوتهم في مطشك قدام الأهل والزمالك انت ازاي النادي ده خسر الأهل نقطة خسر الزمالك نقطة فرق في تكوين وشكل تركيبة الدور لكن هو مش هيقدر ياخده الدور ولو خده مش هيبقى له طعم بس انت عارف ده معناه ايه ان الأهل والزمالك مش هيعرفه يقومه حتى الان مفيش لا مش هيعرفه يقومه بعد سنتين وثلاثة الكلام ده طبعا خلي بال حضرتك اللي ينكر انه فيه أزمة مالية حاليا في النادي الأهلي بالنسبة للصفقات او الزمالك يعني فيه أزمة حاليا لسه مفيش عقود الرعاية الجديدة مجاتش مفيش ففيه أزمات مالية في الصفقات وخلي بال حضرتك خلي بالك مع الوظف في الاعتبار انك عايز تجيب من بره طبعا الزائد اللي هنا فاللي بره ده النادي بتاقى اخد فلوس او هو اللي هياخد مقدمات مظبوط كده غير اللي عابل انت هتشتريه من هنا تدفع له النادي بتاقى وفي المسألة انا عاوزك ترجع شوية لتصريحات المسؤولين في الاهل والزمالك في بداية يعني مع نهاية الموسم اللي فات الاهل محتاج عشر صفقات جديدة ازا مالك بستة او سبع صفقات جديدة هيك هتلاقى ترجع تبدأ دلوقتي بصح التمهيد شوية تبدأ خلاص الصفقات ما هتتمهيد ابقى ان فريرة رافض اي صفقات جديدة وفي الاهل هتدي يقولك ايه ده احنا عندنا اللعبة حتفوق وبعد الاجازات وبتاعهم من في مصر حسنا من لعبة الاهل كل ده تمهيد لان الصفقات مش نافعة يعني انت يا رجل ده مصطفى ميسي لسه مخلص للنادي الاهل مش كده نا وعلى عودة البشموندس فرج عامر الاهل خلص يعني لأ مع المعودس فرج عامر الاهل جاب كل لعبت العالم يعني جاب خمسين لعيب مالا قالك عقد مع قطر مع القطرية وبتاع لعمها الرعيات دي في عروض من برقة انا بتكلم عن اللعيب هو حطي لعبة كتيرة جدا من فرج العيب لحد دلوقتي حطي بتاع خمسة وقت حطي الرجل هوتر الرجل المدرب النمساو ده النهاردة الاهل عمل تصريح عطل قالك مش مرشح أصلا هو حطي بتاع خمسة وثلاثين لعيد وكان مدرب يعني ماجين بتاع عشرة بس عيد واجع على حاجة وبرضه رجل مهتم وبيكتب على فكرة مش كمسؤول انا مش عارف هو ولا هو مشاجع هو 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 برضو بيكتب حاجات يعني انبارح كتب ان عبدالله سعيد رايح فارقه وكده قفل في فارقه ما هو برضو حاجة حاجة بالعقل بس اخد بالك المنص فرج دلوقتي قاعد مشاجع مستمتها بحاجاته يعني انت خدش على الكلام انه مسؤول هو مشاجع وكان بيشجع مين بقى في ماتش الاهل واسموحا لأ هو بقولك لما سيبت اسموحا رجعت اهلاوي شو قال كده اه انا طول ما انا رئيس سموحا انا سموحاوي سب سموحا بقى اهلاوي